اشتركوا في القناة 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 بيقول تكفي لرفع قطار سكة حديد محمل بالبضائع اعلى قمة جبل في اوروبا يعني حوالي 4000 ميل تبارك الله وحسن خالقين فيعني مضخة معجزة ومضخة خطيرة جدا وعليها عبء سخيل جدا لذلك هي معرض الامراض والمشاكل ويمكن الحفاظ عليها بحاجات بسيطة جدا لو احنا بدأنا نهتم حاجة بتقول طب اللي واحد ازاي قلت نقطة جميلة جدا وبأسلوم مبسط وسلس وجميل ولزيز وانا عارف حاجة بتحب ان انت ما تخوفش الناس وتضغط عليهم بس بتديهم النصيحة كده غير مباشرة الانتخة انا مرة بتكلم معاك قلتلي الانتخة الانتخة دي سبب رئيسي لازمات القلب عندنا الانتخة ان انا ريح نفسي فكر ان هي ديت للشطارة اه من العربية من البابليو حتى صلاة الجمعة بالعربية مش يقدامه السلم دورين والاسنسير يستنى الاسنسير حتى لو هيتاخره بساعة وبازع القوم للشباب الصغير يعني انا افهم اصلا واحد كبير ماش يستنى الاسنسير لكن نهارك تروح مجمع التحرير دي لقى الطابور طويل موظمه ناس في العشرينات هيطلع دور ولا دورين ومستنى الاسنسير طب انت هتمشي امتى ده في بريطانيا لما عملوا حاملة للوقاية من امراض القلب وكان ساعتها تكون بليل رئيس الوزراء كان في المجلس الوزراء كان يسيب الاسنسير ويطلع مكتبه في الدور الرابع السلم وكان كله بيعمل كده يعني انت عايزت ابسط رياضة لماشي السلم ما يبقاش قدامك السلم وانت ليس اشاب تغير فاهمه النبي عشان عشان ما حدش التلاكة برضو لحسن الفتيكر انك انت بتقول لهم اطلع على السلم لا فقول لك انا حر واحنا في صورة والنبي يقول لهم انك انت بتمشي عشان ايه السلم عشان تبدأ يعني ده نوع من رياضة لان في ناس كتير شغلها كتير فما عندوش وقت كل يوم مثلا يروح في نادي او يروح في جيم او يمشي او يمشي او ما فيش وقت يمشي فيه فيبقى حاجات العادية في شغلك العادي طالع نازل او ده نوع من البزل المجهود يعني لو انت حتى ما انتش مشترك في نادي وما تقوليش بقى ده النادي ده المرفهين داخل البيت حتى في الصالة رايح جاي لحد الأدنى ادية بيه المفروض لا يقلقى عن نص ساعة يوميا لا المجهود ما نقول لحضرتك نص ساعة من المشي بنسميه بريسك ووكينج اللي هو ماشي الهرولة ماشي بجد مش كده لا حاول تمشي عشان بيعمل ايه ده بيحسن أداء القلب جدا بينزل ضغط الدم جدا بيمسح الدهون اللي موجودة بيقالل تصلب الشرايين بيفتح الأوعية الدموية لو واحد عنده ضيق يعمل له أوعية طبيعية كده ايه كده من عنده ربنا بيحسن يقال القلب بيحرق السعرات الحرية زيادة لو فيه دهون لو فيه سمنة والحاجات دي كلها مؤذية للقلب لو فيه سكر من النوع التاني بيقلله انا عرف ناس كتير جدا ان الضغط بتاعها تزبط وسكرها تزبط لما بدأت تقلل وزنها وتحرق الدهون وتمشي وتتحرق فالحركة دي اول حاجة والعجيب ان يعني احنا المفروض الموروز بتاعنا الثقافي والديني كل والصلاح كان من الممكن المولى عز وجل يخلي الصلاح الواحد يقرى الازكار هو قاعد في البيت او نايم ليه بيخليك تقوم وركوه وسجود عادي يؤصل الحركة ايضا الحاجة كان ممكن تروح البيت وتقول له سلام عليكم وخلصت لأ عايزك تطوف تتحرك والسعي بين الصف والمرو وفيه هرولة هو يؤصل الحركة ويؤكد ان تيمة الكون هي الحركة شرع كلها بتاعتنا بتاوكد حركة كلهم فيه فلكين يسبحون وجعل المشي للمساجد دا من احسن العبادات كفرة الخطأ الى المساجد والرسول كان يوصي بكفرة الخطأ وكان يمشي كأنه صخرة تتحضر فيه صباب كان يحب المشي بقوة وكان اصح الناس جسدا وكان طعامه بسيط جدا ما كانش الاكل المركب اللي فيه سعرات حرية عالية يعني السيدة ايشة تقول لك كان بالشهرين لا يوجد في بيته الا الاسودان التمر والماء اكل بسيط وعلى قد السعرات وعلى قد الاستهلاك وما فيش بقى اكل دسم وفيش اكل زيادة ما عادش طول النهار في الشغل وارجع الساعة 12 بالليل ووجبة عاشها دسمة كأني بتغدى ونام بعدها بنص ساعة ده ممكن قلب يتعب جدا تتعب القلب حدوثة دي تتعب القلب وتتعب الدماغ وتعمل جلطات في اللواء الدماغية بتاعت الدماغ وفي دراسة امريكية طلقت لقيت الناس اللي بتعمل كده عرض المشاكل لتصلب الشرائيين داي كان دايما نقول له ايه العاشها ده اخطر وجبة يا تتعش بدري يا ما انت تتعشاش عايزت اخر ادي عشاك لعدوك لو واحد بتكرهه تدي له العش يعني الفطار تاكله كله لاني ده اهم وجبة زلك هتلاقي كل الفنادق العالمية بيد اند بريك فاست الفطار ده مهم جدا وتلاقي الفطار متنوع يعني ده اللي هتسحى منه طول اليوم وصحي ومفيد الغدا تقسمه مع صديقك بقى اقسم نصف غداك مع من تحب يعني الوجبة هتجيلك بتاعتك متاكلهش كلها برضا طب من فضلك عايزت تتكلمنا هنا شوية كده في الحتة من ده والفطار لغة ما نوصل لحكاة العشاء ده كلما كانت الوجبات قليلة وما فيش امتلاق في البطن كلما كان الصحة احسن والوقاية من القلب احسن ودي احنا بنشوفها في حالات كتير جدا يعني انا بيجيلي العيان يقول لي بص يا ضغط وكان لسه عندي انبارها عيانة تقول لي بعد ما تغدى الاقي صدري افل طب الاكل في البطن ايه اللي جاب السدر بقى بيجي لها بس كده من طن اه فحولت كل نشاط القلب للمعدة فالقلب مش قادر كانها بتحمل مجود قادر فجي لها الازمة بوست برانديا الانجينة بيسموها اللي هي الزبحة او القصور بعد الوجبة تقيلة قلت لها بص تاني قبر تاني شرحها حضرتك اللي هو التقل اللي بيجي في السدر او الواجع اللي بيجي بعد ما تملى بطنك وخاصة لو انت عندك الضغط او السكر ما تفوتهاش كده ما تقولش اصلا انا كالت زيادة شوية لا لا اهتم بيها دي يعني لو لديت ان صدرك قفل عموما واجع الصدر انا باهتم بيه جدا واجع الصدر يعني ايه بيشرحها حضرتك للناس الناس بتفتكر ان الواجع ده برد حتى انا بقول البرد المفتر عليه يقولك ايه انا دي برد في صدر اصلا نمت في التكيف اصلا شغلت المروح مش قد يكون هذا الكلام سليم بس حرصا عليك وتجنبا للضرر حاول ان انت لو جالك واجع انت مش متعود عليك الواجع عموما شكله ازاي دكتور وصفه لو واحد عنده الضغط وعنده السكر ومدخن وعمل تحليلة بكده وعنده كوليسترول عالي وبيلوغه كتير وفاجأة لقى حاجة كاتمة على صدره او سكينة خنقى يقولي في حجر قادر صدري حد كاتم صدري حد ما سكن منزوري كتف الشمال بيتقل مش قادر يشيله ساعات في ناس يقولي السنان الواجع بيوصل غاية سنان تحت ساعات بيسمع في الظهر وراء ممكن يجي على هاته ألم صريح او عدم ارتياح ديس كامفر يعنيش مرتاح تمام انما النمط اللي زي الكتاب يقولك سكينة بتقطع حتى انا بعد اقوله يعني انت جربت قبل كده حد يزرق بالسكينة ومع ذلك يتفق كل مرضى الزفحة الصدرية عشان كده سموها الزفحة كأنه يزبح يقولك فيه سكينة يعني ألم فعلا فيه بعض الحالات اللي هي النمطية يقولي سكينة لو شعر بدأ يعمل ايه انا يا دكتور ساكن في الدور الخامس وما عنديش أصنصير في البيت وكنت بطلع زي الفل أجري مبارح وانا في الدوري التالت لقيت كده زي سكينة كده طعنة وحسيت نفسك كده روح بتروح عرقت يدوب كوفت دي راحت الازمة وراح الوجع وكملت المشور بتاعي طب ايه اللي حصل بقى ان اللي حصل سمح لنا الحتة دي بقى اللي حصل اللي حصل الشربين والقلم وده ان القلب ده اللي هو مسؤول عن تغذية هذا الجسم من أين يأتي الغذاء بتاعه والأكسجين بتاعه الناس فهم ان هو بياخد من الدم اللي في التجويه بتاعه لا كلام ده من صح هو بيطلع له شرياني غزية بتاعه هو بتاعه هو زي ايه انا بشبهها بتشبيه الصراف مثلا اللي في قناة النهار اللي في المؤسسة اللي معاه المرتبات ده لا ده مش شير ده أخذ أجازة لا يملك لا يملك ده أخذ أجازة ممكن أول الشهر تلاقي فيه خزنة فيها كزا مليون مش بتوعه ده هو غلبان هو اللي هو مرتبه قد كده ممكن يميز نفسه ياخد فلوس جديدة يحطاه في الأول كده عشان يبقى هو قد يهو دي الميزة الوحيدة لكن هو مسؤول عن توزيع اللي ايه فلوس دي ولا يملك القلب عنده الدم بتاع الجسم كله لا يملكه لا يملكه هو يطلع له الشريان بتاعه التاجي اللي بيديله الحصة بتاعته يعني التالي ده دي الحنات ده الحصة بتاعت القلب بس التالي بس بس والدم اللي جواه ده هو مسؤول ان هو يستقبله ويبعاته للرقاء يتحمل بالأكسجين ويوزعه تاني فهو موزع فقط هو مؤتمن ولهو الحصة بتاعته الشريان التاجي يحيط بالقلب كالتاج عشان كده يسموه تاج كالتاج لافف على القلب مرة كالتاج هم مش واحد هم تلاتة زي كنا بنقول الشريان التاجية الايصر النازل والاوسط او المنجالي او الدائري والخالفي او الايمن تلات شريان دول المسؤولين يحيطون بالقلب كالتاجان كده زي التاج عشان كده يسموه كوروناري كورونا باللاتيني يعني التاج شريان التاج هذا الشريان ربنا خلقه برضه بإعجاز في التشريح والفوسولوجي رهيب جدا يعني تخيل حضرتك لما بتعمل مثلا المطبخ بتعمل مسورة بتقول هذه المسورة مثلا قطرها 2 بوصة لكن لو فيه طلب كتير عندي وليمة وفيه طلب زيادة المسورة دي هتوسع هتبقى بوصة كاملة ما عندناش التقنية دي الشرين تجي في هذه التقنية يعني مثلا هو قطره 3 ملي طب انا انفعلته مجهد او عايز اعمل مجهود يوسع يبقى 4-4.5 ده سموك كوروناري فازو دليتو ريزيرف الاحتياط الاستراتيجي للتمدد والاتساع بتاع الشرين التاجي بس يتمدد لفترة بتمدد وقت الاحتياج بس ما قطرش الاحتياج ده ده رايي يا حباقى ما تستهلكش الريزيرف ده ما تستهلكش الريزيرف ده ان الريزيرف ده والاحتياط ده لو ضاع يجي لك تصلف الشرين معك يجي لك ازمات لذلك حتى انا مثلا بتأمل في الاية القرونية لم نشرح لك صدرك فيه ناس يقول لك يقصد ان هو شرح صدره يعني اليسر والتيسير والنحلته النفسية كويسة اقول له لا مش بس كده هو شرح للصدر بالمهنة العضوية ايضا يعني المعودة تأمل في الشرح بتاع الصدر بتاع الانسان في التشريح هو عمل شرح للقفص الصدري حفاظ للقلب العضاء المهمة لها حفاظ من انه خاص يعني جمجمة مثلا المخ عشان الخلية غالية جدا والخبطة ما بتتعوضش عمله قفص صلب باستحال حد يلمسه ده بعيد لما جاء على البطن مثلا المهدى والكبد والكلة مهمين اه لكن يعني الخلية واحدة تقوم بيدور مية خلية يعني فيه احتياطي كبير قوي القلب لا الخلية تفرق فلذلك عمله القفص والمخ عمله القفص لكن قفص القلب غير قفص المخ قفص المخ صلبة لان المخ سابت انما القلب ده بينقابض وينبسط فبقى فيه شرح مع الشهيق والزفير التمدد ايضا فيه شرح للشران التاج التمدد اللي انا قلته اللي هو اللي ايه من شوية مع الطلب عليه يتمدد لذلك اللي هو عنده ضيق في الشرعين او تصلب في الشرعين بيحس انه ايه صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ده العكس بقى اللي بيطلع اللي هو الجبال الهملاية يحس بخنقة في سيدرو كده زي الزبحة الصدرية ده وصف الزبحة الصدرية او بيقول لي وصف لي الوجع ضيقا حرجا ضيق حرج يعني حس ديسكانفورد حاجة خنقة حاجة مسكة كده فهذا الضيق الحرج بيحصل نتيجة ان الاكسجين بيقل في الارتفاع فبتيجي اعراضي اعراضي الزبحة الصدرية فالشريعين طبيعته في العادي متمدد احنا بقى من جاهلنا زي ما حالك بتقول احنا بنفسد كل شيء كويس بناكل براحتنا ما بنتحركش بندخن سجاير بنعمل الشيشة والبنات تفتكر ان هي مودرن بقى بتدخن السجارة وتروح الكافية والدها بيشرب عصير بورتوان ومامتها بتشرب عصير وهي شيشة بالتفاحة وفرحانة وما فرحانين بيها كيفين هم اه وحبالك لو دخلت اي كافية هتلاقي المنظر ده الاب بقيت فرحان بس بيشرب عصير والبنت هي اللي بتشايش ويقولك اسمعش الجيل ده بقى فوتله شوية دولها بيصابوا بالقلب بدري فالحاجات دي كلها بتترسف في جدار الشريعين بتتلف هزي الخاصية الجميلة يعني الشريعين اللي عنده القابلية للتمدد بيبدأ يفقد هزي الخاصية يبقى صلب يقولك تصلب الشريعين عبد الاسمع اللي عنده تصلب الشريعين فقد المرونة فقد الشرح فقد الاتساع فبدل ما كان قطره واربع ملي بقى اتنين ملي يجي له بقى الخانقة دي ما بيقدرش يلب الاحتياجات لما يكون الواحدة عايزة احتياجات زيادة فتيجي بقى الزبحة الصدرية وقد تنتهي انه هي في الخالص لو هي في الخالص دي جلطة الشريعين التاجة دي كده تب برد طيب دكتور انت حضرتك عملتنا عرضي ما شاء الله دميل ورائع جدا ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق وخلق لكل حالة زي ما قول ربنا طبعا كان ربنا عارف الانسان حيب مخوظ المقد ايه فعلا يعني ذا الانسان عدو نفسه عدو نفسه طيب الانسان عمل اختراعات كثيرة كل الاختراعات العملائية كانت ضد ضد الحاجات لانه في حد ادنى من المجدود وفي حد اقصى من المجدود حضرتك كلمتنا عن حد الادنى ياريت حضرتك برضه تشير الى الحد الاقصى لانه دا ما بيكلموش عنه لان الحد الاقصى دا محرمت كلام فيه الحد الاقصى من المجدود لان دلوقتي بقى عندنا بل ان دا بقى كله دا بقى ندرق في الرياضة الاحتراف او البطولة اللي هو بيتمرن 8 ساعات و 6 ساعات وذا كان ربنا بديك مضخة تعمل او تعمل 4 مليار ومليون طن ومش عارفو كلام ده اخليك حلو عشان تخفت عوم يعني للمسألة فالحد الاقصى دا ممكن يعمل لنا ايه الحد الاقصى لما انا استهلك او ان انا حط الشريان التالي او 3 شريان التالية دي ان انا بحطه في ضغط على طول عشان يبقى واسع على طول لما حييفلت مني حد الاقصى دا ممكن يعمل لنا ايه هو يعني برضو فضيلة الاتدال يعني هو كل حاجة الواحد ممكن يعملها بس الاتدال لكن رياضات التنفسية مطلوبة ايضا يعني في رياضات تنفسية بتخلي الرياضيين عندهم مزاية مش موجودة في الانسان الطبيعي يعني حضرتك مثلا انا قبل باسة الاهل ما يروحه ومش عارف كان بطولة العالم الاندية مش عارف كانت في الفين في اسبانيا الى البال لا التانية في المغرب لا كت في في واحدة في شمال افريقيا او في اسبانيا لا كانت حالة في دولة العربية المهم شفت هنا رسومات القلب بتاعت بعض اللعيبة فيه لعيبة بتجري 9 كيلو في المطش النبض بتاعه 35 نبضة في الدقيقة وكانوا بيفتخرون عنده مشكلة في القلب قلت لهم لا ده قلب رياضي الضربة بـ 2 و 3 حراك لو عملت رسم القلب بتاعك او انا عملت رسم القلب بتاعي او عديت النبض بتاع حضرتك او النبض بتاع الناس اللي هم المعتدلين في الحركة او بتاع مش رياضين بالمعنى الجامد نبضه مش هيلي عن 890 إلا إذا خد ده ويبطأ النبض دولة نبضهم 35 في الدقيقة ليه بقى؟ عضت القلب بتضخمت زي ما هو السمانة بتاع الرجل وقت قد كده زي ما عضلت دراع وقت كده زي ما عضلت صدره برضو اللي عضلت القلب تضخمت تضخم في السيولوجي واحد هطلع يقول لي طب يا دكتور يعني التضخم القلب انش انت بتقول التضخم ده حاجة مرضية ولما بيجي لك ايان تقول عنده تضخم في القلب ده حالة تانية ده تضخم في السيولوجي ايه تضخم في السيولوجي العضلة بتكبر بتاعت القلب وبيزيد الشريان بتاعها يكبر معها يعني تطلع شعيرات دموية جديدة لأنها في السيولوجية ونشاط ربنا بيخلق لها اوها دموية جديدة فبتبقى متحافظ عليها غير تضخم المرضي اللي عنده ضغط الدم عالي او عنده ضيق في الصم الاورتي فبص لقى العضلة تضخم تضخم مرضي تبقى في الاول حاجة وقائية لكن بعد الشيء ما فيه سبلاي ليها ما فيه شرايين موازية لهذا التضخم تبدأ تتلف وتتلايف فالرياضيين ربنا مديهم قدرات عالية وقلبهم بيبدأ يتكيف مع الرياضة وهم بتتعملهم اختبارات تنافسية بحيث مش اي حد بيوصل لها زي المعدلات العالية يعني مثلا في الالمبيات هتلاقي الناس اللي وصلت الارقام دي دي ناس خارج السياق فدي احنا مش هنتكلم عليه ده عنده مستويات من الاداء وبزل المجهود ومعدل النفس ومعدل النبض والضغط بتاعهم ما بيقلاشه وهتلاقي قلبه بقى خلاص متكيف مع هذا المجهود العالي لكن فيه ناس تانية بقى هنا واحنا شفناها مثلا في الملاعب وحضرتك مرة صدفتني ساعة عبدالوهاب الله يرحمه اللي هو مش عارف انه هو عنده ياساس عندنا الطب الرياضة في مصر الحقيقة محتاج واقفة جبيرة جدا يعني يعني على اقل هم بيخافوا انهم حد يعملوا قسم قلب قبل ما يدخل او يعملوا مجهود صوتية على القلب يعني بيتزنقوا بقى لما يكونوا مسافرين يعني الحاجات دي اتعاملت لما كانوا مطلوبين برا قالوا طب طبعا نعملوا بقى مجهود صوتية ونشوف ألبهم لان الفيفا طلبة شوية حاجات طب الناس دي اتعمل لها حاجة قبل كده اول حد بص فيه فاحنا ممكن تلاقي واحد احترافي وما يعرفش ان عنده مشكلة في القلب او اختلال كهراوي ويجي له مشكلة فجاية واحنا شفنا نمازج قبل كده في الملاب عندنا في مصر وكيقول لك ده بلع لسانه ولا او بلعش لسانه وكان عنده مشكلة مش معروفة وفوجي بيها طب نقف هنا ونضحها لان البلع ده كل ثلاث ثواني فيه مش لسانه بيبرع ودانه كمان واحكي لنا حكاية البلع ايه الحكاية بقى هو الحقيقة لما بيحصل فقدان في الوعي اللسان بيرجع الوراء بيسد اللي هو القصب الهوائية وبيسد التنفسي لا حالة نتيجة انه خلاص فقد السيطرة لانه هو في الوعي التام في الوعي التام حتى لو نايم حسابه عامل حسابه وضبطه بحيث انه يبقى له قدام امتى يسقط اللسان اللي ورا ويقفل ده خلاص فقد فدي بتيجي بعد هيقول لك ايه هم بيشوفوا اخر خطوة فيه قبل منها خطوة وفقد الوعي وفقد الوعي نتيجة ما فيش دم مرايح للدماغ القلب وقف فهي تبدأ بتوقف القلب وتوقف القلب او الساكتة اللي قلبي عند شفاب الرياضين هي قليلة جدا عشان برضو ما نواتشنس يعني واحد في المليون في السنة لكن هي بتبقى درامية ليه لان ساعات بتيجي الشخصية مشهورة والناس كلها عرفاها وشايفين انه هو فت واللي قطع عليا فبيبس علانين عشان اعوي يعني دي انا النهاردة بلع اللسان يبهو تعرض لفقد الوعي نتيجة مشكلة قلبية حادة نتيجة مشكلة في الان بص حضرتك النوت المفاجئ في الملعب ازمة قلبية حادة بغض النظر عن السبب هل هو اختلال كهرابي او شريان تاجي او كي او هبوط دورة موية ده قلب دي ازمة قلبية وده كان عنده مشكلة في القلب اللي لم تشخصتش او هو بيلعب كده وماشي بالدراع وربنا سترها معي لغاية مواصل الليف المعين وقع لكن عملية انه هو تقول للسانه ومش رأى دي ولا يلقوي الا مثلا في بعض الحالات اللي هو مثلا خد ضربة جمدة في سدره ترومة للقلب حصل او خبطة في دماغه جمدة مثلا دي حالات فجائية لكن في العادي اللي هو بدون اي حاجة كده بدون احتكاك يعني اولا اتعرض لخبطة او حاجة ممكن تعمل ممكن يكون هو ده السبب السبب انه بتفقد الوعي بيبقى فقد للمخ حاجة المخ وقالبا دي بيتعافي يعني بيبقى فقد انما فقد الوعي او الهازل العصبي فقد السيطرة فهو ده العمل كده فممكن يحصل لسان لو ما تمش اسعافه ممكن ما يتلهاش لكن لو هي سبب بسيط وكده وقدر لا ما انخبطش ولا حالي هو عنده مشكلة لازم نخلي بالنا منها عزمة قلبية ودي احنا المفروض نعرفها لو بنعمل فحص مبكر للرياضيين وللعاديين حضرتك هاتلي واحد بعد سنة الاربعين راح اسل ضغط بتاعه من نفسه كده او راح عمل تحليل الكوليسترول او السكر او شاف ناسه ما بيروحش لما يلاقي مشكلة لا ده بيروح يمتحن ايمان الدكتور اهو بيبوخدين اهو بصبين عنه اساسا يقولك ايه يا دكتور ده احنا بنتحيل عليه بقى انا شهرين انه يجيلك تعبان وما جبناهش الا بعد ما عرفش ايه فاحنا عندنا ثقافة الاكتشاف المبكر لذلك انا عملت حملة اسمها رقمك حياتك او رقمك حياتك المفروض بعد سنة الاربعين فيه ارقام معينة مش بس رقم الكريدت في البنك ورقم الحساب والموبايل لا فيه ارقام حيوية مهمة جدا اللي هي ضغط الدم يعني الضغط المثالي 120 على 70 لغاية 149 على 90 ماشي الحال بس تحاسب ان انت داخل على مريض ضغط اكتر من 150 انا كده بقيت مريض ضغط الدم بالذات لو اس 3 اياسات و4 يبقى ضغط الدم مهمة جدا السكر السكر الصغير مزيتش عن 126 من 100 لغاية 125 انا بلي ضيابتك يعني لو كلت برحتي وعشر معلق سكر في الشاي و50 فنجان شايف اليوم انا ممكن يجيلي السكر فلازم ابدأ اقل للسكر اقل للأكل الدسم وكده فده السكر تاني رقم السكر الصغير تالت رقم مهم جدا اللي هو الكوليسترول والدونس الاسعي يعني الكوليسترول لغاية 200 التوتل ماشي لو ما عنديش مشاكل لكن اكتر من 200 والمنخفض الكثافة اكتر من 100 يبقى في الحالة دي لازم ادور ومش لازم كلها علاج يعني مثلا لو لقيت بطني وزني يزات شوية كرشي بدأ يزهر جسمي متراحل ابدأ اعمل نظام غزائي ابدأ اتحرك ممكن ازبط ايضا من الارقام الحيوية الهيموجلوبين الانيميا يعني ناس كتير جدا يقول لك انا قلبي تحبان انا بنهج انا ما عرفش ايه اقول له طوامل تحليل صور الدم الاقي الهيموجلوبين 9 اقول له حبيبي اقول له الراجل المفروض ما اقللش عن 13 وال6 ما تقللش عن 12 ما فيه 6 اعمل لها بتحليل لاقيها اكتر من عشرة عمدينها سوء تغزية هل سوء تغزية ولا دي الحاجات برضو او ثقافة غزية لا ايه تناكة يعني هو يقولك قصة دي ما باكلوش قصة دم طريق الاكل البنات بالذات الجلي جديد ما بياكلوش كل حاجة بياكل حاجات موينة طب نتكلم عن الهيموجلوبين دي برضو ايه المفروض في الغزاء وفي الحاجات دي كلها احنا كلما كلنا نباتيين وكلما كنا اقرب للغزاء الطبيعي القرآن قال حاجات كتيرة جدا فيها فايدة التمر مثلا التمر ده غزاء وشفاء يعني السيدة مريم وهي عندما جاءها المخاض قالها ايه هزي اليك بجزها النخلة طب هي دلوقتي في مرحلة الولادة ولا تهزي الجزء هو برضو يؤسس للحركة يعني اتحركي برضو اتحركي هزي بالجزء انت ميفكيش القوة للك هت لكن هو مجرد تحطيديك ربنا هيساعدك حيواء طبعا التمر بقى ده ايه التمرية لما بعد اتأمل فيها بجد فيها دي المفروض تبقى الشوكولاتة بدل الربانية بدل الشوكولاتة الصناعة دي بقى دي في كل المواد فيها سكر الفراكتوس سهل الامتصاص ما بيعليش السكر بتاع الدم فيها ملح البوتاسيوم اللي بينزل ضغط الدم وبينسق ايقاع القلب فيها مواد مضادة للأكسادة تمنع تصلب الشرايين ومعمولة بطريقة جميلة جدا والخطوط مرسومة والنواه جواها بالغلاف كأنها توقيع المولى عز وجل زي الواحد الصانع البشري والإله المسل الأعلى لما بيعمل البراند بتاعته يحب بيعمل التوقيع تشوفها كده تقول تبارك الله عصر مفرقين الفواكه التانية كمان التين والزيتون يعني التين ده مثلا برضه بعض الباحثين اليابانيين حاولوا يدوروا على جزء من النبات يحافظ على حيويته الشباب الخلية والجلد لو أحسن مركب هو التين والزيتون والغريب أنه طالع أنه عدد مرات ذكر الزيتون في القرآن والتين هي عدد نفس الموليكيول زي النسب يعني ستة إلى واحد فالزيتون ذكر في القرآن زيتون ذكره في القرآن ستة مرات والتين مرة واحدة برضه فيه مواد بتحافظ على حيويته الخلية فيها الميلاتونين فيه هرمونات تساعد على تجنب تصلب الشرائين وأزمات القلب وضد الأورام أيضا البطيخ احنا في الصيفة هو العلماء بتوع النبات تقولك ده مش فاكهة ده أخضار ماشي هو خضروات فيه مياه كتير بتمنع الأزمات بتاعة الجلطات لأن الصيف حر وعلق وجلطات يعني الصيف فصل الجلطات عشان عرقنين ومياه قليلة وبنستنى لما نعتش العطش ده أولى درجات الجفاف المفهود أنه أنا أشرب قبل ما أعتش ما استناش لما ريء ينشف لذلك المصطفى كان في الحديث بتاع الصيام ذهب الزمق وابتلت العروق يعني ابتلال العروق لازم العرق ده يبقى فيه كمية مياه كفاية لأنه هو المياه بتروح على العرق وده برضم من ضمن المعجزات اللي هي المياه بتروح على الوريد ترفع ضغط الوريد المركزي فلازم يكون العرق مبتل العرق بتاع الرقبة ده لو قال اللي الضغط فيه يبقى فيه نقص العرق الوريد ده العرق الوريد ده زي كلك ذهبت الزمق وابتلت العروق ده حديث ما ينتق عن الهواء فمهم جدا البطيخ لأنه فيه كمية المياه عالية عشان المياه اللي فيه وفيه الليكوبين الليكوبين دي اللي هي المادة الحمرة دي دي برضو بتمنع الجلطات وبتمنع تصلب الشرايين اخترع وهو بيجرى طبيعي يعني برضو بيحسن الأداء الجنسي والفحولة ده البطيخ البطيخ وخاصة لو انت هتعمل أزمة في البطيخ النهار لو انت لو انت يعني دخلت شوية مكلتش بس يعني تدخل على القشرة شوية المادة دي موجودة ناحية القشرة شوية يعني ما تكلش بس انزل على القشرة شوية الطبقة اللي هي الخضرة دي دي فيها مواد زي البيجرى بالضبط سلدنا فيل يعني بتحسن الأداء الجنسي فالبطيخ ده يعني الناس سايبا البرتقال ده مفيد جدا الرومان يعني فيه عندنا خضروات والطماطن دي كلها حكايات يعني العسل الأبيض كل النباتات وكل الفواكه كلها مفيدة وكلما تجنبنا الأكل المصنع يعني أنيس منصور الله يرحمه قال حاجة جميلة جدا قال إن الطريق إلى العالم الآخر مدهون بالسامنة البلدي يعني ده على الحنوط على طول مدهون بالسامنة البلدي فهو الأكل الداسم بيعمل تصلف الشرعين وبيعمل أزمات في القلب وبيعمل مشاكل كبيرة جدا لذلك البتاشر في آسيا كانوا أصح أجسادا وأطل أمارا لغاية ما بدأوا يتفرنجهما كمان يعني كان فيه قرى في آسيا يقولك ما فيش واحد عنده ضغط الدم عالي ما فيش وفي مصر أعتقد برضو في الحتة اللي هي في الحتة اللي مثلا لوحاته الحتة دي فيه واحد ما يعرفش الدكتور ايه هو عمرو خدس بريناي ودليه زي الفل أول ما يبدأ بقى يأكل الأكل بتاعنا بقى ولحمة ثلاث مرات في الأسجوع وأكل مصنع ويعمل البفتيك والأكل مركب والبشاميل ومش البشاميل تو بص تلاقيه جاله الكوليسترول عالي وضغطه وبدأ يعلى فكلما كان الأكل بسيط والمطبخ المصري ياريت يرجع للبساطة طب هو يا دكتور يعني هو يعني معارفش على رأي حضرتك كيه أنا باهتيالي إن لو كان نحنا أكلت لحوم كان ربنا عمل لنا أنياب صحة إحنا مناش نياب إحنا مش أكلت لحوم يعني إحنا ربنا خلقنا عشان ناكل في السكة دي وهناك يعني أنا معارفش معلومة دي صحيحة ولا أن سيدنا رسول الله ما كانش باكل لحمة لكل 40 يوم بالضبط كان مقلين كانوا مقلين في لحوم فحضرك ما تشرح لنا لأن الناس فهم أن اللحمة كل يوم أصل ما هي يعني أن دي حالة عشان يعرفوا أن دي هتبجيب أجلهم وحتى لمعاهم اللي معاهم دوله عشان يبطلوا شوية يعني يعرف أن حاكل لحمة يعني عمر بيؤثر اللحمة الحمرة فيها ثلاث مشكلات ممكن تعالي لوريك أسد وده بيعمل التهبات في المفاصل ومش عارف يقول لك عندي الرقبة مش عارف عندي صوابع رجلي مش عارف عندي حرقان في رجلي أقول له بتاكل لأيول اللحمة ست مرات نعمل لوريك أسد لليه تسعة عشرة أقول له أهل للحمة شوية يأهل للحمة من غير ما تدي له أدوية لليه تحس أدي أول حاجة تاني حاجة اللحمة الحمرة برضو فيها نسبة الدهون عالية والكوليسيرول عالية مجرد أنه هو يبدأ بقى يشتكي من وجه القلب أقول له طب بص ممكن تخليها حتة لحمة حمرة ناشفة بس مرة ومرتين طب لا أنا خلي سألي غير كده والنفس طب لا فيه لو إحنا مكلناش لحمة اللي كل شهر ولا شهرين في السن الكبير بعد ما كونت الأنسلة والعضرات هل إحنا الدسم عالي القلب محتاج للحمة ولا حاجة محتاج للحمة أنا يزيد عن احتياجاتي مرة واحدة في الأسبوع حتة لحمة حمرة صغيرة ده عشان النفسه ولا عشان حاجة محتاجها لا أنت ممكن تعوضها بميت بروتين تاني سهل من الأكلات العادية يعني لو عشان نفسه لا يعقى اللحمة يعني لو مثلا هتاكل بضايا واحدة على فكرة برضو دي من المعلومات اللي أحب صحاحة للناس الناس فهم أن البيض ده بيعلي الكوليسترول لا لما هتاكل عشر بيضايا في اليوم لكن لو بيضايا في اليوم أو واحدة أو كل يوم بعد يوم ده كويس جدا ودي تعوضك عن لحمة كتير وما فيه مشكلة كتير البيض أحسن من اللحمة يعني لما كلش لحمة مش حصل له حال السمك أحسن من اللحمة يعني لو عايز بروتين السمك أحسن والسمك فيه حاجات منشطة أيضا وفيه حاجات جميلة جدا والسمك الماشوب الزي تشيل الراس وتشيل الدهيل لو تاكل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع سمك يبقى أنت أحسن كتير الحاجات البقولية النباتات اللي هي البقولية دي العتس والفول والفول والفاصوليا والبسلة بقوليات دي كلها فيها بروتينات أحسن أحسن من اللحمة اللحمة الحمرة أيضا المرض الوحش المرض الوحش كمان صار بتزاود السرطانات يعني برضو لقوا أن الناس اللي هي معظم أكلها لحمة حمرة نسبة حدوث السرطانات فيها بتاعة القرون والمعدة أكتر من اللي بيأكلوا نباتات واللي هي أكلات فيها ألياف فلذلك كلما رجعنا للأكل النباتي الإنسان مخلوق من الطراب والنبات طالع من الطراب فهو الطراب يعني هو ده اللي حمش مع ده يعني بالضبط العناصر اللي فيه بيحتاجها طيب موضوع الألبان يا دكتور ما عليها وما لها وعليها اللبن ومشتقاته اللبن طبعا بالنسبة في الطفولة ده أساسي لازم نكون لبن كامل يعني لازم نفرق بين اللبن في الطفل وبذات لو كان المصدر الرئيسي لبن الأمة ده أحسن حاجة لو في مشكلة في الأمة ومش قادرة يبقى اللبن ده بالنسبة أول سنتين ده لحتى لازم اللبن ده أساسي لكن يجي بعد كده في مرحلة مثلا اللي هي البلوغ أو المراقة أيضا يكون اللبن مفيد جدا شريطة ألا يكون الطفل واسم سيادة ما احنا أستاذ إبراهيم عندنا برضو ثقافة بنحب الطفل المربرب نحب اللازلة تديله 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 لغاية ما يبقى وهو صغير عشر سنين تلاقيه خمسين كيلو وتقول لي وفرحانة بي وبيجي لنا ناس اللي عادة كده يقول لها اللبن ده تقول لي ده عشر قلت لها عشر سنين يو بالحجم ده ده مش هيرجع الخلية لو تمددت وخلاص هيبقى ده حجمها مش هيخص اللبن ده بعد كده فإحنا بنقد نغزي فيهم زيادة فلو هو وزنه كويس هتديله اللبن عادي جزء من غزايا لكن لو بدأ يبقى اللازباء وبدأ يتعامل معاملة الكبار ويتحسب له الكاروليز وياخد لبن منزوع الدسم ويمشي زي الألف نجي بقى بالنسبة للكبار اللبن مفيد جدا أيضا لكن مش مطلوب منه الوش بتاعه والدسم بتاعه فلو كان لبن منزوع الدسم ده يفيد جدا ولو هيتاخذ مثلا مرة الصبح ده مفيد جدا للجسم ومفيد لبناء الخلية وحركة الأمعاء وتسهيل الطبيعة وتجنب الإمساك فهو له فواية كتيرة جدا يعني برضو الناس ما بتحبوش يعني تبص تلاقي اللبن الناس ما بتحبوش ويبدأوا يستغلوه بطريقة غلط يدخل بقى في مكونات وبقى الحاجات بقى الجاتوهات والحاجات التئيلة بيدخلوه في مركبات كده يطلع فاقد الفايدة بتاعه طيب دكتور عشان نلح بس فضلناها ثلاث دقائق ولا أربع دقائق كهربة القلب كهربة القلب ده مرض العصر وده التخصص التخصص بتاعي وانا الحمد لله بعتبر نفسي من المحظوظين وانا سهمت الحمد لله في نشر ثقافة كهربة القلب وعلم كهربة القلب في مصر الحمد لله وفي معهد القلب عندنا وحدة مميزة لها يعني اتصال بالعالم كله يعني وبيجيلها خبراء ولها أبحاث عالمية يعني القلب احنا قلنا بيشتغل مئة ألف نبضة في اليوم ايه بقى اللي بيخليه اشتغل أوتوماتيك كده القلب ده لو طلعته بتاع الدفضاء بر جسمها وحطيته في محلول ملح هيفضل يشتغل كده بدون كنترول بتاع المخ لان فيه بطارية ذاتية أوتوماتيكية بتديله شرارة كهربية كل قلب الأي مخلوق كل قلب حي فيه بطارية كهربية بتحركه من عند الرب أوتوماتيك بتفضل تشتغل لغاية ما ينفذ الرسيد الكهربائي بتاعها وبيينفذ ده في العمر بقى ولا بيينفذ بيينفذ المعجزة بقى في البطارية بتاعتنا ينحرك مثلا الآيباد ده بطارية تؤدي كده ومع ذلك لو ساعتين شغال أجري على الشاحن أنا عندي بقى بطارية القلب بأدى حبات العدس موجودة فيها على الأذين الأيمن وبتشتغل مئة ألف مرة في اليوم إشارة كهربية لو لوحد عاش سبعين سنة بتكون عملت اثنين مليار إشارة كهربية مليار إشارة كهربية حوالي ألفين مليون ولا تنفذ ولا تستهلك وكهربة القلب غير كهربة اللي ايه وزارة الكهرباء لا ينقطع الطيار الكهرباء عن الألف ما دام الإنسان عايش عمل احتياط جنريتور غير البطارية دي في بطارية بين الأذين البطين بس معدلها ستين ما أنا لو جبت جنريتور في البيت بخليه يشتغل قطين متكيف واحد ستين مهمة فتشتغل احتياجات المهمة لو حضرك هذه البطارية اللي هي الاحتياطية الجنريتور دي اختلت عمل كل خلية في البطين الأيمن أو الأيسر ودي ملايين الخلايا فيها القدرة أن هي تشتغل بطارية بمعدل تلاتين نبضة في الدقيقة لغاية ما الإنسان يروح للمستشفى ويركبوا له بطارية صناعية فطيار المولى عز وجل لا ينقطع أبداً لو كان في عمر ينقطع لما يكون العمر خلص لكن لو في عمر ما بينطعش طيار الكهرباء بتاعت القلب أمنوا تأمين تماغز بتركبوا البطارية اللي بتركبوها دي البطارية دي بنركبها قد كده البطارية البشرية عمرها عشر سنين بغيرها بعد عشر سنين بيتبقى بينجي موضعي فتحة هنا بحط البطارية وبيطلع منها كابل رفاية قوي بغيرزه في القلب فيه أنواع بيبقى سلك واحد وسلكين وتلاتة وفيه حاجة بتدي صدمات تنقذ الحياة لو فيه احتمال سكتة قلبية حصل فيه تطور رهيب جداً لكن يبقى اللي هو الإعجاز الرباني لا مسيلاً لا ولكن منحاول أن احنا نقلد الفيسيولوجي ونحافظ على نحافظ على الكهرباء والبطارية دي والمتاعدة إزاي؟ نحافظ على الكهرباء بحاجات جتلة جداً برضو الحفاظ على الشريع الحفاظ على الكهرباء الحفاظ على الصمامات الحفاظ على الكهرباء الوقاية من الحمى رومتسمية الاطفال اللي عندها البنسلين طويل المفعول لازم تاخده اللي عندها حمى رومتسمية وبتاخد بنسلين طويل المفعول ما تبطلوش لأنه ده حفاظ على الكهرباء أنا لسه كان عندي النهاردة واحد يعني لو عنده حمى رومتسمية ممكن تنتابه اختلال في الكهرباء أنا النهاردة كان عندي واحد كان عنده ضيق في السنة الميترالي بطل الحقنة عصله النشاط تاني جاء له زبزبة وزينية كهربة القلب اللي أخبطت إذن كل الأمراض القلب ممكن تودي إلى اختلاف كرباء القلب هناك فصيل آخر من المرضى بقى ما عندهش مشكلة في عضلة القلب أو صمامات أو الشرين القلب لكن عنده اختلال كهربي بيتولد عنده ضفيرة كهربية شازة زيادة إيه ضفيرة زيادة؟ أنت عرف حضرتك مثلا في المدن وعبا عندنا دلوقتي الطريق الحر الصحراوي الطريق اللي ما فيوش إشارات تجري متين كيلو لو أنت عندك القدرة ما فيش رادار تقدر تجري متين كيلو غير الطريق اللي هو مترائب كل شوية ستوب ستوب فالإشارة كهربيات طبعية بتمر في محطات عشان ما زيتش تقف عند حتة محطية تقف ما تسرعش البطين فيه ناس بتزول عندها بقى الطريق الحر ده من سامية ضفيرة الشازة أو متلازمة وولف ده عرضة للسكتة المفاجئة وده من أحد أسباب اللي ايه؟ وفيات الملاعب اللي هو السكتة المفاجئة فده احنا بنشخصه من رسم القلب ونقدر بأسطرة الكهرباء وموجات الراديو نشن عليه ونقطعه ونستعيد الرتم الطبيعي يعني ده ممكن بتحالي الضفيرة دي بتشلوها؟ أنا من حوالي شهر الشاب في الكويت كان عنده قبل امتحان السنوية العامة بعتولي البتاع قالوا لي ده أغمى عليه ومش عنده ضفيرة جهة من الكويت قلت لهم قبل الامتحانة هنعملها له عملناها وراح امتحن وزي الفل يعني فدي مرض بيتشخص وبيتعالج وبعالطولي شكر الضفيرة الزيدة دي اه من غير ما نفتح القلب تبارك الله حسنا خلقين واما وطيته من أريم الى القليلة بس الواحد بينبسط لما يعني ربنا بيفتع علينا من علومه درنا وهو صاحي دخلنا إبرة وصلنا للمكان حددناه حددناه وقطعناه وطلع أساسي من القلبي بتاعه وكانه بتاع واحد تاني واختفت المشكلة وتم حماية قلبه ودي سهل دي غير بتاعت القلب غير الضفيرة التي تتيني في المخ لا دي ضفيرة القلب فيه كهرباء تانية في المخ دي بتعمل كهرباء المخ بتعمل زي تشنجاته كده كهرباء القلب بيعدي رفرف بس ممكن ما يلحقش يعني يغمع لإيه مثلا أو كده فعشان كده تشخصها مهم وزي ما قلت لحضراتك علم كهرباء القلب ده علم حديث ومتطور واحنا بقينا متقدمين فيه جدا وعندنا ألاف المرضى بنعالجهم من كهرباء القلب في مصر مصر غنية بكل حاجة ما شاء الله لنا الترتيب عالمي في الضغط وفي السكر وفي السمنة وفي كل الحاجات اللي انت يعني بتودي لمرض القلب ومرض القلب عندنا هو رقم واحد لأسف يعني الناس فاكر فيروسي أو فاكر السرطان لا القاتل الأول في مصر دلوقتي بقى مرضى القاتل الأول ونزل معادل السن القاتل الأول في العشرينات والثلاثينات ويصير مجدعو بقى لكلمة الشهيرة بتاعته قلوب المصريين هي الأكثر واجعاً في العالم الأكثر واجعاً أكثر قلوب موجوعة هي موجوعة معنوياً طبعاً كفاية الخمس سنين بتوع الخريف العربي اللي بقولوا عليه الربيع العربي ما شفناش فيه غير العواصف والخمسين فده عمل تواجع زيادة والتلوث والزحمة وإحنا برضو محتاجين نهدة شواء يعني برضو من ضمن القلب المصري اللي خليها أكثر واجعاً إحنا محملينه زيادة نرجع كتن الرضا والقناعة ما تخدش كل حاجة على قلبك لا الرضا والقناعة إحنا كنا طيب هدينا عند ربنا مولانا نيزة بتاعتنا أن إحنا كنا راضيين بالبسيط يا عم الدكتور هدي من الحالات اللي هم فسخوا بها مصر الرضا فدي حالة من عند ربنا طيب إحنا دلوقتي وقتنا خلص ولو أن الحديث في هذا الموضوع أنا شايفه حلقات وحلقات صعب أن ينتهي فعشان كده إحنا عايزين حضرتك المرة الجاية إزاي إزاي يا دكتور النهاردة تبقى كل أم وكل أب في كل حتة لو ما بقدرش يشوف دكتور كبير يقدر يشرح له إيه لو أنت إيه لو حصل إيه طفلك بقى منكلم عن أطفال لو حصل إيه نعمل إيه إلحق يعمل إيه بس عشان خاطر نبتدي نلحق لأنه لو الحينة من الأول بتبقى سهلة بالنسبة تيالي وأنا برضو بحية حضرتك أنك تتبنى هذه الفكرة بعيد عن اللغة السياسة والتوك شو اللوك لوك اللي ودانا ورا برامج هادفك تعالي من ناس حاجة في ذلك وتحافظ على صحاتها طيب بس وعدنا أنك إنت تفضي نفسك إنت إن شاء الله يعني الدكتور السؤس دكتور رمال شعبان بشكر حضرك جدا أنا شخصان السفات جدا ربنا يخليك ربنا يزيدك من علم يا رب أنا خليبي رب بشكر حضرتك وتصبح على خير